بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ده الفيديو الثالث في مادة مايكرو بروسسور 2 سنة ربعة تصلاة هنبدأ في المحاضرة الثانية اللي هي بتتكلم عن الهاردوير شكل المايكرو كنترولر ده شكله ايه من جوه وكذلك البين اوت بتاعه من بره ايه هو زي ما احنا شايفين هنا ده هيعتبر بتاع البروسسور نفسه في ال يو تيمبري ريجستر واحد واثنين والاوتبوت بتاع الاليو اهو بيتحط على البص وكذلك الامبوتس بتاعت الاليو بتبقى متوصلة بالبص برضو لان البص ده هو ما بين كل الحاجات بيتم عن طريق البص ده في مسلا الاكيوموليتور هنا في الطايمين كنترول وهنا الاوسيليتور وهنا مسلا من بره اللي بره المربع المنقط ده ده اللي هو متوصل بره بقى الكريستالة بالمكسفين بتاعها في اللي طالع هنا بورت واحد وتلاتة واثنين واربعة دول طالعين بره اللي هم يعني وكذلك بقى باقي الحاجات بس هي الرسمة برضو مش واضحة قوي يعني في مسلا هنا هو البي سي انستراكشن انستراكشن بوينتر اا الدياتا بوينتر يعني كل دي متوصلة جوه ده بتاع ايه المايكرو كنترول اللي هو التمانين واحد وخمسين شكله في منه اللي هو الدي اي بي العادي والبي إلسي سي اللي هو يعني السيرفيس ماونت ااااة ده 40 رجل ده 44 طب ازاي يعني هما نفس الحاجة وعدد الرجل مختلفة لا ماه فيداقي هنا ان فيه بيت هنا رجل هنا رزيفت وهنا رزيفت ورزيفت ورزيفت يعني برضو يعتبر اربعين يعني ده ما بتوتوصلش بحاجة من اخر. عندي اربع بورتات فيه. اول بورت اللي هو بورت زيرو. بيبقى موجود على البنز من اتن وثلاثين لتسعة وثلاثين. اتن وثلاثين هي البورت زيرو البتاية رقم زيرو. والتسعة وثلاثين هي البورت زيرو البتاية رقم سبعة. ده بيستخدم فحكتين. يعني ليه دول بيربوس. اول حاجة ان هو جنرال او 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 عادي. يعني اه اطلع او تقرأ من عليه او تطلع عليه او او براحتك. ده بقى ليه خاصية مع ايه? مع اي او مع الجنرال بيربوس اي او ديت. ان هو ممكن يكون الادرس داتا بورت بتاع الاكسترنال ميموري. فهنا هيطلع الادرس من زيرو لسبق من سبعة لزيرو والداتا من سبعة لزيرو. هيطلعه مع بعض. طب هفرقهم ازاي? هيبقى في حاجة اسمها ادرس لاتش انيبول. البنية تانية موجودة في المايكرو كنترولر. هي دي اللي بتحدد هل بورت زيرو دلوقتي ده طالع عليه ادرس ولا طالع عليه داتا? وهي دي اللي هتانيبول اللاتش معين. اللاتش ده بيمسك في الايه? في الادرس. فيبقى انا اخدت الادرس هنا. فطالما اخدت الادرس دي بل متبقي هنا ايه? اللي هو الاداتا. ده طبعا اكيد في طريقة طريقة ماي يعني اللي انا احدد بها هل ده هيشتغل اي او عادي ولا يشتغل ادرس و داتا. بورت واحد بيبقى من البنز من واحد لثمانية. ده بقى اي او بورت بس يعني معمول الانترفيسنج الاكسترنال ديفايس يعني هو اي او بس. باستثناء بس في التمانين اتنين وخمسين واتنين وثلاثين. بورت بتاعتهم متوصلة لسه جاية مع بورت تلاتة. فالطايمر التالت بورت تلاتة مليان. كل موجودة فيه. انما انا دلوقتي عندي طايمر تالت عايز ازود بقى البنز بتاعته. فحطوها فين في بورت واحد رقم زيرو ورقم واحد. بالتاعة زيرو والبتاعة واحد. حطوا فيهم الانبوت بتاعت الالسير دي تايمر. بورت اتنين. ده دي والبيربوس يعني بستخدمه في حاجتين. اما اي او عادي. اما بيتحط فيه الهاي بايت بتاع الادرس بتاع الاكسترنال ميموري. زي ما احنا قلنا بورت زيرو بيبقى فيه الادرس من سبعة لزيرو اللي هو اللو بايت. انا باخده بلاتش بافصله بلاتش عن طريق سيجن اللي اسمها ايه اللي اي. انما بورت اتنين ده بقى طالع فيه ادرس بس فمش محتاج اي حاجة خالص. فبوصله على طول دايركت كده بالايه? بالميموري بتاعتي. الميموري محتاجة ادرس. فلازم اول الادرس اللي هو من سبعة لزيرو. وبعد كده من خمستاشر لتمانية اهم. كده دول الادرس يخشوا للميموري. والداتا اهي. بالنسبة بقى البورت تلاتة. دول بيربوس برضو. هو جنرال اي او عادي. جنرال بيربوس اي او. كل بقى بالناية من من بورت تلاتة ده لها خاصية بتاعتها. يعني بورت تلاتة زيرو هي الار اكس دي بتاع السيريال امبوت بورت. اللي هو اليو ارت عموما. التي اكس دي في بورت تلاتة واحد. الانترابت زيرو والانترابت واحد اللي هو الانترابت يعني. اللي كنا اتكلمنا عليهم الفيديو اللي فاتح. دول متوصلين ببورت تلاتة. البتاية رقم اثنين والبتاية رقم ايه? تلاتة. الطايمر قلنا انه هو ممكن يشتغل باكسترنال او بانترنال. اللي هي موجودة في السيستم نفسه خلاص. انما الاكسترنال اللي انا عايز 중 ادخله انا بتاعتي بنفسي بعد عدد الناس اللي بتدخلنا على بوابة مثلا. فهوصل اللي بيعد الناس ده. على ايه? على تي زيرو. او تي واحد. تي زيرو دي بتاع الطايمر زيرو. انما تي واحد بتاع الطايمر ايه? واحد. طب بنسبة للتايمر التالت اللي هو في الثمانين اتنين وخمسين او الثين وثلاثين. ليه اثنين. يعني ليه اثنين input. فواضح ان التايمر ده في خصائص زيادة عنده. ده بس بيعد external input وبس. انما التاني جايز يكون فيه بقى حاجات تانية زيادة عشان كده ليه اتنين input. اه فيه الريد رايت. الريد والريد بتوع الميموري. دول بيبقى بورت تلاتة ستة وسبعة. فلو انا جيت وصلت الميموري برا. يبقى بورت زيرو. واتنين هيتاخدوا كلهم. ادرسوا داتا. وهيتاخد بورت تلاتة ستة وسبعة. عشان انا بيحتاج الريد ومحتاج الريد. انا محتاج اقول انا عايز اريد ولا عايز اريد. فعشان كده ايه? يعني هاخد ستاشر بالناية زيادة اتنين اللي هما دول ادي تمانية. يعني تمنتاشر. تمنتاشر بالناية عشان بس مع ايه? مع الميموري. عشان كده حتى اللاب التاني الدايرة بتاعته واسلكها كتير قوي. تمنتاشر بالناية منه هيتوصله. اللي هيتبقى لي بان انا استخدمه اي او عادي هما الستة دول. والتمانية بتوع بورت واحد. نيجي نبص على الكل بورت فيه بنات. اللي هي البن الواحدة اسمها بت. فالبورت زيرو بت. ده اول حاجة ايه? عبارة عن حاجتين. فيه خاصية فيه خاصيتين. يا اما input output يا اما الادرس داتا. فلازم حالقي ان فيه هنا هو اللي بيحدد انا عايز انه خاصية اللي تم اشغالها عليه دلوقتي. فيه ممكن انا عايز اريد اللاتش نفسه اللي موجود عليه. اللي هو موجود فيه القيمة. فحقول له هحط واحد عالسيجنال دي اللي هي ريد لاتش. فالاوتبوت بتاع اللاتش اهو هيطلع هيبقى يعني بقى انا بقى ده بس. ويروح لايه? للانترنال بس. طب لو انا عايز اريد البنية نفسها هريد الانبوت اللي عليها. فحا انابل ديت. هانيبل السيجنال ديت. اللي هي ريد بن. فهتوصل لي اللي على البنية اللي بره خالص. اللي هي الرجل اللي طالع بره. هتوصله بايه? بالانترنال بس. طب ممكن احب اكتب رايت و لاتش. هدخل السيجنال دي ليه بتاع اللاتش. فيقوم واخد اللي جاي من بره حطه في اللاتش. والمالطيب الاكسر بقى بيحدد هل ده اي او عادي فعلا ولا هيبقى ادرس داتا. لان هنا فيه ادرس داتا كنترول. دول اللي بحدد بهم هل اللي موجود هيبقى ادرس ولا اللي موجود هيبقى داتا. ده بالنسبة لبورت زيرو. كذلك بورت اتنين هلاقي نفس الحكاية. بس مش هلاقي ادرس داتا هلاقي ادرس بس. لان هو ادرس بس. والكنترول ثابت. والريد لاتش. والريد بن. والريد برضو كلهم سابتين. مفيش اي فرد. دول ليه? لان في في ملتبليكسر ليه في الاساس عشان في حاجتين. انا بشغله كحاجتين. ممكن اشغل دي او دي. فعلى حسب اللي انا عايز اشغله. لازم يكون فيه الهردوير بيدعم الحتة دي. بالنسبة بقى البورت واحده هو مفهوش اصلا. فمش هلاقي في مقص. هلاقي نفس الكلام ده اهو. بس ما فيش المقص. يا اما بريد. يا اما بريد البن. يا اما بريد اللات. يا اما بريد بس. لو احنا برضو ملاحظين ليه احنا في اللاب الاول وصلنا مشت مقاومات على بورت زيرو بالذات. بورت زيرو مش متوصل معه الانترنال بول اب رزيستور. لو بصينا هنا هنلاقي ده ترانزيستور. ان هميبص بورت واحد واثنين وثلاثة هلاقي هنا فيه انترنال بول اب رزيستور. طب بالنسبة بقى البورت اتنين. احنا ده قولنا بورت اتنين ان هو فيه ملتبليكسر خلاص عشان ايه? عشان يحدد الفانكشن. اه بورت ثلاثة. يعتبر برضو كأن فيه ملتبليكسر. ليه? لان فيه alternative output function. فيه control على الحتة دات. يا اما الالترنال هي اللي تطلع. يا اما الايه? على حسب يعني انا اه محد انا حاطت هنا ايه? لو حاطت هنا مثلا واحد فالالترنال فانكشن اه هي اللي هتطلع. حاطت زيرو يبقى الالترنال فانكشن مش هي اللي هتطلع. كذلك ده لو كانت اوتبوت وهنا لو كانت ايه? لو كانت ايمبوت. نيجي بقى للبنزة نفسها اللي فيه ايه هي? فيه بي اس اي ان. اللي هي program store enable. ده بيقول ايه? دي بس كنترول سيجنال. بتاينيبل الاكسترنال كود ميموري. لو انا موصل كود ميموري. الميموري نفسها بتاعت الكود بيبقى ليها حاجة اسمها اوتبوت انايبل. فانا محتاج انايبل الميموري قبل ما اقرأ منها. فعشان كده بقول له program store enable دي. احط عليها زيرو. عشان هنا اكتف له. علشان اشغل الاول اعمل enable الاكسترنال ميموري. سواء بقى اكتروم او اي باي ميموري. عموما. اللي ازبع بالله الاول قبل ما استخدم. فدي بيقول ان هي. او 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 اكسترنال ميموري. سواء كاتروم يعني او اي بيروم. دي بتحدد ايه. هل اللي طالع على بورد زيرو. ادرس ولا داتا. لو لو بواحد يبقى معناها اللي طالع ده ادرس. فاشغل اللاتش اللي بتبقى متوصل عشان تلاتش الادرس نفسه. لو كانت بزيرو اللاتش مش هتشتغل فخلص تفضل محتفظة باخر القيمة ايه. ليه. ال اي 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 اكسترنال اكسس. اكسترنال اكسس دي بتحدد ايه. هل انا في ميموري هستخدمها خارجية ولا لأ. فلو كانت بهاي. يبقى معناها ان انا هستخدم الانترنال بس. طب لو كانت بزيرو هي اكتف لو. فلو كانت بزيرو يبقى شغالة. زيرو يعني انا شغال اكسترنال ميموري. الريسيت دي معروفة انها بتعمل ريسيت لمايكرو كنترولر بتاعي. الريسيت بقى بيتم امتى? بيتم لما ادوس الريسيت. الريسيت اصلا هي هنا من عيوب المايكرو كنترولر ده ان هي الريسيت هاي مش لو. اكتف هاي مش اكتف لو. فلو حصل ان هنا انا بعمل ريسيت مع. بعمل ريسيت يعني حاطة سيجنال على الريسيت بهاي. هو مش هي ريسيت الا لما يعدي اتنين ماشين سايكل. والماشين سايكل بتتنفس في 12 كلوك اوسيليتور. يعني الكلوك الاوسيليتور لو ودها 12 كلوك دي ماشين سايكل. يعني دي بيتنفس فيها امر واحد بس. فعشان كده تقال في المحاضرة ان هو يعتبر هو بيقسمها على 12. عشان كده بياخد 12 كلوك عشان ينفذ امر واحد. فيبقى معنى كده لو داخله كلوك 12 ميجا يبقى هو يعتبر بينفذ شغال بواحد ميجا. بينفذ واحد ميجا انستراكشن السيمبل يعني في الثانية الواحدة. نيجي بقى لما بيحصل ريسيت. لما بيحصل ريسيت. يعتبر فيه الجوريزم موجود جوه. بيصفر كل الاس ف او. اللي ها سباشيال فانكشن ريجسترز اللي موجودة فيه. معادة كام حاجة. اللي هما البورت لاتشز. والستاك بوينتر. والاس باف ده ريجستر. كل دول ريجسترز هما بيصفرهم بيحط فيهم قيمة معينة. يعني الستاك بوينتر اهو. بيتحط فيه القيمة سبعة. بس فده لما اعمله ريسيت بيتحط في القيمة دايت. اما بالنسبة بقى للرام. الكنتنت بتاعها اندترنبل. الكنتنت بتاعها ما عرفوش. ليه بيبقى جربج. الرام انا مع ممكن يبقى محطوط فيها زير وزي بقى محطوط فيها واحد براحة. زي ما زي ما تيجي. ما لهاش الجوريزم يعني يصفرها كلها. بالنسبة للباور اون ريسيت. لازم مفتح يعني يستحسن. اول ما اوصل بها باور او معامل ريسيت. ليه? عشان اضمن ان هو بدء من اول حاجة. انا لما وصلت الباور مش مش عارف الريسيت عليها ايه دلوقتي. فممكن يكون عليها ريسيت. ممكن ما يكونش عليها ريسيت. ممكن يحصل ريسيت ما يحصلش. فانا مش ضامن هو هيبدأ منين اساسا. فلازم اول حاجة عشان اريح نفسي او معامل ريسيت نوصلها ايه? بالفي سي سي لمدة اتنين اتنين ماشيين سايكل. بعد كده اشيل الفي سي سي خلاص تمام قوي كده. يبدأ بقى البتاع ايه يشتخل? اكستال واحد اكستال اتنين. دول بيتوصل بهم الكلوك لو انا عشتغل اكستيرنا الكلوك. الكلوك. مثلا كريستال اوسليتور بالمكسفين بتوع هم متوصلين باكستال واحد واثنين. ممكن طبعا فيك توصيلات تانية. دي طبعا بتبقى موجودة في الديتا شيت. ممكن اوصل يعني عندي حاجة بتطلع على على طول اوصلها باكستال اتنين واكستال واحد ده اوصلها بالجراوند. او ان انا موصلش حاجة باكستال اتنين اووصل الاكستيرنا الكلوك برضو بالاكستال واحد. او ان انا اوصل سيجنال وعكسها. لان هو اصلا دي بتبقى ده بيبقى عكس ده. فالاحسن يعني. او مش الاحسن هو لازم اوصل نوت جيت ما بينهم. يعني الداخل هنا يبقى عكس اللي داخل هنا. ووصلنا الاكستيرنا الكلوك. طب لو انا ما عنديش اكستيرنا الكلوك. الاكستيرنا الكلوك دي ليه سكوير ويف يعني. لو انا ما عنديش اكستيرنا الكلوك يممود دميشة لانا اوصل كريستالة وهي هتتعامل بقى. فيه بلنات الفي اسي سي والفي اس اس دول بتوع الباور. واحدة خمسة فولت والتانية بتاخد جراوند. نيجي بقى للسي بيو الماشين هنا بيقولي الماشين سايكل عشان ينفذ امر اسمبل واحد بتتكون من سيكونس من ستة ستيت. من اس زيرو الاس خمسة بقى المفروض مش ستة. هنا حتى في الرسمة بدء من اس واحد لس ستة. اس واحد لس ستة. يعني عشان ينفذ امر اسمبل واحد بيمر بستة ستيت. لازم يعدي على دي. ثم دي ثم دي ثم دي. لحد ما يوصل لحد الاس ستة. فيبقى كده الماشين ده الماشين كود ده تنفذ. خلاص. الستاتي اللي واحدة بتاخد اثنين كولوك سايكل. اثنين في ستة باثناشر. اللي هما ايه? الاثناشر كولوك اسيليتور اللي هو بيستخدمها عشان ينفذ ماشين كود واحد. فلو شغال على فريكوانسي 12 ميجا يبقى كأنه شغال على واحد ميجا. لان كل اثناشر بينفذوا امر واحد. ميجي بقى الانستراكشن فيتشن. بيجيب الانستراكشن من البروجرام ميموري ازاي. ممكن الانستراكشن بتاعي يكون وان بايت. ممكن يكون تو بايت. ممكن يكون اكتر. ففي حالة ان هو كان وان بايت. ستة واحد هيقرأ الاوب كود اللي هو البيت الاولاني. ستة اثنين وثلاثة هيبدأ يشوف البيت الاولاني ده ايه وهيشتغل عليه ازاي وكده. ستة اربعة بيقرأ البيت التاني. وخمسة وستة بيخلص في هم الشغل بتاعه. بحيث ان بعد ما يوصل لستة يبقى كده خلاص ايه? كله الامر تنفذ. طب افرد الامر ده كان وان بايت. في الماشين سايكل بقى هو غلص بنعمله هيقرأ مرتين. يعني هيقرأ اثنين بايت. هيقرأ ده. وهيقرأ ده. لو الامر وان بايت هيقرأ ده. وهيقرأ ده. بس هيدسكارد ده. هيسيبه مش مش محتاجه. فمعنى كده انا وبكتب الكود نفسه. الكود انا وبكتبه. حسيب مكان فاضي هنا. يعني هكتب بايت. وورا منها بايت تانية مش هكتب فيها حاجة. عشان هو ما يقرأها كده كده هيهملها. ما هو هياخد واحدة وواحدة هيهملها. هنا بياخد الاولى لان ليه طب بياخدها ما ياخدهاش مرة واحدة. لان هو تمانية بيت. فالباص بتاعه بيجيب له بايت بايت. وهو محتاج الامر ان هو لازم يقرأ اثنين بايت في الامر. حتى لو كان الامر ايه? واحد بس. فهو ارادية. ودول الاتنين خلاص. هنا هو خلص شغل عند ثلاثة. كده هو خلص شغل. هيقرأ بايت رابعة. ويفضل واقف كده الاتنين ده. لحد ما يبدأ المرة يخلص الاستيت الستة والمرة اللي بعضين هيبدأ ايه? يقرأ اثنين. يكمل الامر اللي بعضين. نيجي مبص بقى على رسمة دي. في امر. وان بايت وان سايكل. وان سايكل يعني هو هيعدي بالستة الستة الدول. وان بايت يعني الامر اصلا. وان بايت زي ايه. هيقرأ ايه ده? امر بيحتاج وان بايت في الميموري. هيقرأ ده. هيعرف انه هعزي اعمل في اثنين وثلاثة هيعمل الانكريمنت خلاص. في اربعة حيقرأ بايت التانية من اللي بعد ويهملهم. وخمسة وستة مش هيعمل حاجة فيهم خلص هو خلص. نجي بقى اتنين بايت. واحد سايكل. اتنين بايت واحد سايكل. يعني اتنين بايت هيقرأهم. يعني هيقرأ هنا. وهيقرأ هنا. الاتنين مهمين. زي اد ايه. وقيمة معينة. الاد ايه. يعني هو الاد ايه هدهله هنا. هو هنا عارف ان هو هي اد ايه. هنا هيعرف القيمة المعينة اللي هو هيقرأ عليها. طبعا اد دي تمانية بيت. فلازم تمانية بيت يعني لو هديله معينة هيبقى في تمانية بيت. فهو ارى هنا ان هو هيقرأ ايه مع اللي هيقرأه هنا. هنا ايه هيبدأ بقى يجهز هي مسلا هتبدأ تعمل ها والكلام ده. لحد ما يوصل هنا يجيب يحطه. وبعد كده على ما الستة ستة دي تخلص. يكون هو كده ايه عمل عملية الجامعة. فيبقى دي اتنين بايت يعني هو اخد اتنين بايت في وان سايكل. هنا بقى. وان بايت في الاتنين اه اه اتنين سايكل انستراكشن. هو في اتنين سايكل. هنا بيقرأ هنا بيقرأ هنا بيقرأ زي انكريمنت الدي بيتي ار. الدي بيتي ار ده ريجستر اصلا لو ستاشر بيت. فمحتاج انا عايز اعمله انكريمنت. فعشان اعمله انكريمنت. هو بوينتر بوينتر بيتي ار يعني بوينتر. يبقى لازم يقدر اكسس بيه الميموري كلها. فاكيد الاميديات بتاعه مسلا مش هيبقى بستاشر بيت. فمعنى كده ان هو ايه? الداتا اللي هتجيله هتبقى محتاج ان هو يقرأها في كزا سايكل. ففي دول يعني في الامر ده عمال بيقرأ بيقرأ بيقرأ. في حاجة تانية الموف اكس. ده وان بايت في تو سايكل. هو بيقرأ البيت الاولانية هنا. هو الامر وان بايت فقرأ هنا. طب ليه سايكل. ما هو كان ممكن يقرأ هنا ويقرأ ده ويهمله خلاص زي ما هو عمل ويوقف. لا بس ده محتاج الدياتا والادرس هيقرأ داتا وادرس من براها هي اكسس الاكسترنال فبيدول سايكل فاضي خاص. هنا ما بيعملش فيتش وهنا ما بيعملش فيتش. بيفضل قاعد ساكد كده سايكل ليت على بالمادات اتجيله ايه? من برا.